مش عايز حد يتخض وكليز مش قريت طبع عشان طبق على كل الناس بس يعني انا هقول لانا شايفاه خلاص يعني انت عايز ايه يا تور انت بتدور حالة انتصار حالة نجاح انت زي ما تقول محطوط في امتحان او العلاقة محطوطة في امتحان وعايز تنجح العلاقة دي تعدي من هذا الامتحان واضح انتو بتعدي بامتحان نفسك تخرج من الامتحان ده منتصر ورفع راسك ايا كانت بقى المشكلة هل هو اختلاف وجهات نظر هل هي مشكلة خيانة هل هي مشكلة ثقة هل هي مشكلة مشكلة مادة ايا كانت المشكلة انت عايز تخرج منها منتصر انت عايز تكون اقوى وصاحب قرار في العلاقة انت مش حايز ان انت صاحب قرار قوي في حاجة بقى انا عايز اقولها لك انه في شخص جنبك يا تور بينصحك نصايح مش مزبوطة اوكي انا بالنسبة لي هذا الكائن هذا البورس اللي قاعد جنبك ده شخص قريب منك جدا وبالشارط على الفكرة يكون قصد ازيتك ممكن يكون هو علامه كده هو طريق التفكير وهو بيعالج الامور كده فيشور عليك بدا فتغرق الدنيا اكتر في حد بينصحك نصايح مش صح يا برج التور مش عايزة افرد سوء نية انه هو يكون قصد ازيتك خلينا نقول هو ده وجهة نظره بس وجهة النظر دي لا تنطبق على الموقف اللي انت فيه فارجوك ما تسمعش للشخص ده شايف شريكك ازاي شايفه فارس فارس بالنسبة للبنت معروف هو ايه الفارس الشخص اللي كان بتتمنته لحياتها نفس المعنى ينطبق على الراجل ان هو شايفها طلعاله الفارس معنى ان هي برضو فتاك احلامه هي دي الشخص اللي كان بيتمناه يعني في ايه الطاقة ما بينكم فيها عناد يا تور فيها عناد كلامي ولا كلامك انا ولا انت دماغي ولا دماغك فيها عناد فيها عناد واضحة اااااا شركك متكتف يا تور مش عارف يعمل مش عارف يتحرك انت زنقه انت زنقه زنقه جمدة جدا شكلك ميب باستماغك ومعاند معاه عيناد يعني معرفش هو مأزي على فكرة شريكك مأزي بص لو انت حسس بجرحة وحسس انت زعلان بص هو حالته عاملة ازاي هو نفسه يخرج من الحالة اللي هو فيها دي انت حطه تحت وضغط عصبي جامد لو ده حقيقي خف عليه شوية شايفك ازاي خليني بقى اقولكوا بقى الموضوع ده شايفك بتتصرف من غير ارادتك دي مش ارادتك ده مش انت مش انت اللي بتعمل ده ده في مشورة بتتقلك وانت بتسمعها وهي اللي ماشيك كده مش انت اللي ماشي متصار شايفين متربط بسلاسل حاجة هي اللي بتمشيك وانت فاكر انك انت مجبر تعمل ده لانت مربوط بس لو ركزتوا في الصورة بصوا السلاسل مفكوكة يعني انت حر على فكرة حتعمل اللي انت عايزه انت اللي رابط نفسك وانت اللي جارر نفسك وراء الاراء دي فبليز اعتمد على نفسك وحاولت يعني انقذه من الحالة اللي هو فيها دي ارجوك لو انت فعلا عايز توصل للانتصار والنجاح اللي في العلاقة ده زي ما انت عايز زي ما قلتلكم الطاقة فيها عنات خلوا بالكم واللي عند ده اوحش حاجة في العلاقة لو الطاقة بقى فيها عند يعني ايه بتعلوا على بعض هو يعمل حاجة وانت تعلي عليه ترحيه معلية عليك ايه رح هو معلية عليها لا ده ده كده دي ده رحين فمشي بسودة طيب ايه اللي بيحصل بورس يبقى طلع لكو ايه طلع لكو البورس هنا وطلع لكو عقرب هنا هنا الحالة المزاجية او الحالة العامة في العلاقة فيها هدوء نسبي بس ما هوش هدوء يعني اللي هو خلاص المشكلة تحلت لا المشكلة لسه قائمة بس زي ما تقولوا ايه واخدين هدنة عاملين هدنة كل واحد في حاله كل واحد مع نفسه اما نشوف الدنيا هيحصل فيها ايه وده كويس جدا ده كويس ايه مش وحش خالص بس خلوا بالكو في حد مستني لحظة معينة علشان ينقض عشان يزرع سلم تاني فيعني انتبهوا خلوا بالكو كويس قوي من الناس بالذات القريبين منكم في صبر وتضحية من الناحيتين الطرفين يعني لو شريكك الصراحة بالحالة اللي هو فيها دي وكمان هيضحي الصراحة يعني يا تور ده ده ما يتسبش ده ما يتزعلش اصلا انه ما يفعش يضعله ان هو بيضحي بالطريقة دي فيه تضحية وصبر من الطرفين الخبر الحلو باذن الله في غصون وقت يعني الله اعلم ما بحبش قدي وقتني فعلا بحس عيتها ان انا يعني دجالة ان شاء الله في وقت قريب هليحصل القرب ده هتقربوا من بعض وحتصفوا والمشاكل هتزولوا وحالة العنات دي هتروح والشم اللي هيتلم تاني اهم حاجة التأييدة اللي انت فكر انت متأيدها دي لأ انت مش متأيد خالص يا تور انت حر طاليب انت حر نفسك وصوتك من دماغك على فكرة والبورس ده الصديق او القريب او ايا كان الشخص اللي بيديلك النصايح دي يعني اديله اجهزة شوي بس كده هواعد مع نفسك وشوف هتحس بايه كلمك حدي جدا مرسي يا مرام رضي علي فارس بورك التور ايه السؤال فن السؤال انا حط ايدي على السواف مش طبي يا كل صاحب اشكريك يا لينا فعلا مرسي حبيبتي جدا حبيبي انتو كلمك صاح اعمل ايه انا اصحاب هو محتار جدا اعمل ايه ولا حاجة ايه بطلعي الناس اللي بيقولولك يعني انت فكري بعقلك مفيش حد قدره بالعلاق بعلاقتك قدك انت اكتر واحد عارفه شريكك وهو اكتر واحد يعرفك ما تسمحوش لحد يعني يديكو قراءه وهو اصلا مش فاهم فاهمين قصدي طلعوا الناس دي والله بيغرقوا اكتر ما بينفاعوا شكرا مع جوزي انا تور نبين اه لو الاراية منطبقة اهدي شوي عليه لان جوزك شكله وحالته صعب يعني تعب خفي عليه شوي العزراء هيتقل قريب جدا يا احمد حاضر اوكي عقرب هو العرب اتقل من فترة مش مش بعيدة يعني فمعلش هستنى شوية على العقرب لان قراءته كان لسه متقلة قريب فقريب قريب برضو هنقوله بس لسه شوية وقت هنقعد برضو انا واحمد ونشوف كده ايه الابراج اللي احنا قلناها ونحاول برضو ان احنا نعيد تغطبهم تاني عشان نراقرب برضو ما يتقلش اخر برج زي الشهر اللي فات عشان نعرف الموضوع ده اخر برج دايما هيزعل بس هو لازم حيبقى في اخر برج يعني يوم الحامل لازم يكون في نهاية فعلا مكتفي جدا ومكتفي في ضغط ووجع وبيعاند بوضوح للأسف ليان بالراحة عناده ما تقبلهوش بعناد من فضلك حاولي انا عارفة انه ساعة بيكون صعب علينا لكن حاولي ما تقبلش عناده بعناد ما تفهميش ليه يعني احنا مفروض انه احنا اكثر عقلا واكثر يعني صبر صبرنا اكثر فيعني لو عندك طاقة وتقدري بليز ما تقبلش عناده بعناد سيبي عناد شوالله لا لا الحمد لله طيب يلا نشوف المجموعة المجموعة الثالثة لبرج التور طيب قبل ما ابتدي بس معلش القرية دي انا في واحدة بعتلها رسالة من ثلاثة ايام وقعتلها انتي كسبتي القرية المجانية بليز لو انت موجودة في اللايب ارجوكي بعتيلي اي حاجة لان انا في وسط اللبخة بتاعتي نسيت احط اسمك في اي حتة فعشان لقيكي لازم يعني اجو ثرو حاجة مثلا 600 ميسج فمعلش بليز لو سمعيني الدواء فيه سوم قاتل ارجوكي لو سمعيني بعتيلي رسالة على الصفحة عشان تطلعي فوق انت يا عدم انا في البيت ولاي واقسم من لك ولا ده صح يا حبيبة ربنا يخليكي مرسي 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 اوكي اخر مرة اخر مرة يبا قراءة المجموعة الثالثة بورج التور قراءة الجنرال بسم الله الرحمن الرحيم اذا اه ثالثة صح ريا الجنرال مرسي 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 اللي بيحصل ده ايه اللي انا شايفه ده اوكي خلينا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم مشاكلك كتير يا تورد مفيش كلام اعباء شديدة بصوا مش قادر حتى يرفعها من على الارض اكتر منك يعني الموضوع الحمل اكتر منك فاهمين قصدي؟ فيعني ما تحملش نفسك زيادة بقى اقف على كده وحاول بقى حد ايه يشيل معاك حد يشيل معاك حتى عصايا واحدة اي حاجة حد يساعدك يعني الارضة في قرار انت محتارة اخده لانه في توابع مش واضحه بالنسبة لك نصيحة الكرت انه اذا ابشت عالي يعني شوف الاوبشنز شوف الاوبشنز ايه متتصرعش جمع معلومات جمع معلومات اكتر قبل ما تقوم بالقرار ده اوكي لو عملت ده يمكن الله اعلم يا رب اكون غلط نتفادى الخسارة دي فيه خسارة يا تور يعني الله اعلم يا رب اكون غلط الخسارة يعني ولو كنت صح تيجي بحاجة مادية وربنا يعوضها بسرعة ان شاء الله بس ده فيه هم فيه حزن شايل هم اوكي فيه شوية ايه يعني قرب يعني فيه حاجة مش كويس فيه حاجة مش كويس الهم ده هيدي لك احساس بالخوف فيه خوف وفيه متكتف يعني وخايف تاخد اي حركة بس الحالة دي مش هتطول don't worry هتاخد الكنترول تاني بصوا هو قائد العربة هتاخد الكنترول تاني انت كده يا تور انت ما شاء الله عليك شخصيتك كده انت ما بتطولش ما بتعرفش تطول في مود بتعرفش تطول في زعل متعرفش تطول في خناء بتحب دايما تخلص مشاكلك بسرعة مش هتطول كتير في المود ده هتمسك الكنترول تاني وحتنطلق تاني على طول ان شاء الله فيه حاجة بقى هنا justice ده حاجة من اثنين يا اما انت فيه ظلم وقع عليك يا اما وقع انت وقعته على حد او فيه ورق بيخلص خلينا ناخد سيناريو سيناريو ظلم وقع عليك فانت هتاخد قرار ده اللي هيحصل بقى ان شاء الله بعد كده بالظلم ده وحتاخد هتسلك طريق تاني خالص بعيد هتبتدي بداية جديدة خالص انت وقعت الظلم ده على حد ارجوك صلحه دي ما دي حاجة بيدك انت بقى يعني دي حاجة في ايدك انت ارجوك حاول انت ترفع الظلم ده لو هو ورق سفر واعتقد ان هو ورق سفر لان واضح عندي هنا رحلة طويلة وفيه سفر وانت يعني لو عملت فكر ها يا ترى ايه اللي هيحصل حق يعني هيحصل ايه بعدين طريق طويل طويل سفرة طويلة بس انت مدعوم من اللي حواليك كله بيدعيلك بالتوفيق وكله واقف معاك وطبعا اكيد ربنا معاك طريق جديدة خالص يعني شكله كده سفر بس قابليها تحتار حيرة طويلة هتقعد شوية كتير بتفكر في القرار ده مسافر ولا لا او مش شرط ان هو يكون بالضرورة سفر ممكن تكون سفر يعني برا مصر ممكن تكون من محافظة لمحافظة ما انت بتغير حياة انت بتغير بيئة كاملة هتغير بيئة كاملة ممكن تكون بتغير شغل فيه طريق جديد طويل حيتغير بس قابليه زي ما قلتلك هيكون فيه حيرة جديدة الورق ده اللي حيتم لو كان ده ورث متأخر يمكن يكون ورث فيه حالة مادية حتتطور جدا ده بقى البوس ده الكنج اوف بنتيكولز ده اقصى تطور مادي يعني ممكن يعدي على برك اللي هو بقى اللي هو بوم حاجة حلوة قوي قوي ان شاء الله وكمان هتبدي تساعد بقى هتبدي تطلع حاجات للناس وتساعد قريبك اللي حواليك اللي محتاج مساعدة هتديله اللي عنده مشكلة هتساعده فيها وطبعا زي ما انتم عارفين يعني كل ده بيترد بعدين يعني كل حاجة هتساعد فيها حد دلوقتي هتتردلك بعدين نلخص القراءة الشيلة تقيلة يا تور المسئولات كتير شيل على قدك ما تشيلش اكتر مما ينبغي الخسارة اللي هتعدي بيها دي اديها وقتها وانا عارفة انك انت مش هتطول شوية خوف شوية حسابات مع النفس كده اللي انا عملته ده وبعدين هتقود العربة تاني وهتطلع وهتندفع وهتمشي لطريق جديد هتسلق طريق جديد خالص ان شاء الله عملية تغيير جامد يعني وزي ما قلنا حالة مادية فيها تطور كويس جدا 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 ربنا يزيد ويبارك افضلوا كده على جمه اوكي بس برج تور انا شايف ان المرحلة الثالثة في العلاقة مركزين اكتر على الحالة المادية حالة بقى مادية الحالة الاجتماعية عايزين ينهضوا ينهضوا عايزين يعلو عايزين الحالة المادية تكون احسن. عايزين الحالة الاجتماعية تكون احسن. متطلعين لحاجة احسن. بس ده عمل لك ارهاق. عمل طاقة ارهاق ليك والشريكك. اهو. الطاقة مستنفزة مرهق. مرهقين انتو الاتنين. زي ما تقولوا ايه عمالين بتجلده في بعض او انت بتزق وجامد. اعمل اكتر. لا اشتغل اكتر. عايزين معرفش نعمل ايه. لا اعايزين نعلى اكتر. عايزين مستوقف. احسن. اه ده اللي انت عايزه. طالع كلها يعني اهو. شايف شريكك ازاي شايفه برضو خير من ربنا. خير ربنا بعته لك. يعني دي حاجة كده خير ربنا بعته لك. وحاجة جت توازن حياتك. يعني هو زي ما تقوله هو ادي لك الميزان انه حياتك تكون. فيها خير اكتر. الخير يكون اكتر. بيساعدك على الخير. شريكك عايز ايه? شريكك عايز. يعني زي ما تقوله مساعدة من حد. مساعدة من صديق او قريب او حد حد قريب منه. محتاج منه مساعدة. يمكن او لو حتى بالمشهورة يعني هو محتاج مساعدة حد. وده احساس على فكرة مش سهل. ان حد يكون محتاج مساعدة حد. فلو انت السبب يطور ضغط عليه بالشكل ده اللي هو لا اشتغل اكتر او اعمل حاجة اا يعني زبط الدنيا اللي مش عاجباني دي بالراحة عليه شوي بالراحة شوي. نفسه في حالة اا حاجة تتغير. حاجة تتغير. يمكن بقى الحاجة اللي هتتغير دي اا ضغطك عليه او بسبب اللي انت عايزه ده. يعني انت مش بتطلب حاجة وحشة. مش بتطلب حاجة غلط. بس الفكرة انه هو يعني شكله مش قادر يعني هو ما عندوش اللي اللي يقدمه لك دلوقتي. فهو نفسه في موت شيء حاجة تموت ويحل محلها حاجة تانية. فاكيد اللي النفسه يموت ده شيء وحش. فايش شيء الوحش اللي انها شايفة انه انت بتطلب حاجات كتير عايز تعليم المستويك عايز عايز عايز. وهو مش قادر يلبي. خياني قلبها لان عايز وعايز دي اكيد ستو بتطلب اكيد من راجل لان دي مسؤولية الراجل. فنفرض ان الراجل هو البرج التور. الراجل عايز ايه? ممكن يكون مثلا البنت برضو عايزها ترفع من مستويها بشكل ما. يمكن هي تكون اقل منه في حاجة. عايزها لا اطلعي. عايزك مثلا تلبسي بطريقة احسن. عايزك تتكلمي بطريقة احسن. الحاجات دي فاهم قصدي اللي هو ايه? تعلي من المستوى بتاعها. وهي مش عارفة مش عارفة تجاري يعني بالراحة عليها بالراحة شوي. الحاجات بتتصلح بالراحة. آآ شريكك شايفك ازاي يا تور? يا برج التور? سوري. شريكك شايفك محتار. محتار يعني مش عارف تعمليه. هل مش عارف تكمل ولا في العلاقة? هل انت في حالة دلوقتي آآ آآ يعني وصلت للأج وعلى وشك تاخد قرار اكمل او لا? ولا انت محتار في العادي? انا اللي انا عرفه ان برج التور مش محتار خالص. برج التور عارف هو عايز ايه وبيعملوا على طول. بالعكس مندفع في تصرفاته يعني بيعمل حاجة وعدين يفكر. فما اعتقدش عندك الحيرة دي. فشكلك على وشك تاخد قرار. طيب في هنا هتجلنا فرص. فرص يعني ايه? يعني فرص نحسن حالتنا المادية. ارجوك للراجل يعني او اين كان المسؤول عن الحالة المادية. انت هتعرف تنتهز الفرصة دي وتشغلها لصالحك. ان شاء الله آآ كارت الساحر في فرص كتيرة جدا. ولو على البنت برضو نفس الحكاية عندك فرص كتير جدا. ان كنتي برضو تطلعي وتوصلي للحاجة اللي الشريكك عايزك توصلي لها. آآ فيه هروب من شيء هروب من مواجهة. آآ يمكن يكون حد حد زع على حد منكم انتم وبنبعض يعني الشريك وشريكو. ففي حالة هروب بتهربوا ومش عايزين تواجهوا المشكلة دي. وساعات على فكرة بيكون ده قرار عائل جدا انه كنتوا متواجهوش. دلوقتي يعني امو لو مشكلة ما لهاش لازمة عديها وخلاص. وايه? وهي هتتصلح مع نفسها. وفعلا ان شاء الله تتصلح مع نفسها. في نجاح. يعني ان شاء الله الحالة المالية اللي برج التور عايزها. او الحالة الاجتماعية اللي برج التور عايزها. شريكو هيوصلها. ان شاء الله. او هو هيوصلها. ففي حالة نجاح. رضا. وحالة بقى ايه هو ايه? فخر. مفتخر بنفسك. فخور بنفسك. والناس اللي حواليك كمان بيهنوكوا مفتخرين بنجاحك. وفي مجالات كتير جدا مش في العلاقة بس. نجاح في كزا حاجة. على المادية وفي الاجتماعية وفي العمل وفي كل حاجة. ان شاء الله كارت العالم ده برضو من الكروت الميجر من كروت الاساسية. وكارت قوي جدا العالم ده. راية برضو حلوة. التور برج التور ارضوك. بنراحة شوية على شيكك. بلاش تضغط عليه زيادة. طالما هو شايفه بيعمل مجهود. بليز ما تضغطش عليه اكتر.